ورجعنا مشاهدين الكرام بحلقة حلوة ومميزة من برنامجكم المفضل صباح النور يعني ياريت بسموه ظهر النور للعالم اللي متلي بتاخد وقت لحتى تصحصيح في معي ضيفين كنت حب أعطيهم فرصة على الهوا هن بيستهلوها بس يمكن بعد ما لقوا البرنامج اللي فيه هن يقلعوا فيه ويلقوا حالهم فيه رحبوا معي بميلاد وهبا وبليز اضحكولن شو ما يقولون نحن حضرنا لك المقدمة أحضر بس طلعت شاطرة كتير ومنافسة قوية صراحة هو يمقدم السي بي بس طبعا إذن يعني خفيفة الظل أكيد خفيفة الظل عفوية لهجتها مميزة دخلت عالم الكوميديا وطلت على الجمهور بكل عفوية وبكل فرح والجمهور يتعطش لهذا النوع من الكوميديا من الفن بموهب هيك خالصة برجهود جميل ونص ذكي طبعا كل هذه العناصر مجتمعة موجودة بضيفتنا لليوم أمل طالب الممثلة الكوميديا اللبنانية التي بدنا ننتظرها دائما وأهلا وسهلا فيك أهلا فيكم أهلا فيكم كيفك اليوم؟ والله استحايت كتير يا عاملين المقدمة واضح بعكس مقدمتك أهلا أهلا فيك أهلا فيك شو بتحب تقولها يلا بالبداية أنا بدي أعبر عن شيء شيء كتير بحبه فيك أمل هو أنه عفويتك ولهجتك ولكنتك يلي عادة من الناس بيتخلوا عنها لما بينزلوا على المدينة ولما بدون يدخلوا عالم التليفزيون يعني بتعرفي نحنا كلنا بنجي من اللاكنات مختلفة وهي طبعا صحيح أنت بعفويتك وهيك بصدقك حملت لك أنتك حببت فيها أكثر وأكثر العالم وصارت هي العلامة الفارقة بقى هيدا الشيء يحسب إليك صراحة تانكيو يعني هو أنا لما نزلت عبيروت طبعا فيني أحكي اللهجة البيضة وفيني أحكي الجنوبة كممثلة والشمالة وهيك بس هي لما كون عن جد عم كون عفوية وعن جد مثلا على التعصيب كتير أو على العفوية كتير أو على الهضام كتير بدك ترجع أنت للجزورة كيف فهون اللي بلشت بلشت فيها البعلبكة وصارت بالكوميدي مشت ومشت يعني صحيح أمل أنت هون بزيارة عمل أو بزيارة يس لك تستقري أو جيت على الدوحة هيك خطف كان عندي ستيند أب كوميدي شو مباريح مع كوسا وادا شركة الإفانت بلانر تبع بتعملنا إفانت ستيند أب كماعي فريق عكعبة اللي هن صديقي جاد بو كرم فؤاد يمين أنطوني حموي وطوني داغير بيعملوا مسرح ارتجال وكماعي عباس جعفر نحن عملنا ستيند أب كوميدي وهن كانوا هيدا وحمد الله الفيدباك كتير حلو العالم كتير مبسط وضحكوا وحبوا يعني ها كل حال الجمهور القطري والعربي كمان تبعك خلال رمضان بمسلسل أنا شفتك على الشاشة وامبسطت أنه هذا العمل المشترك أخبيرينا عنه يعني هيدا الحلو أنه هيدا ما أنا أول زيارة لإلي على الدوحة لأنني جيت قبل لو كنت عم صور مسلسل رمضان اسمه أبو ناسا بنحط على قناة الريان من كتابة الأستاذ محمد الكحتاني إخراج جون يامين وأنا عجلت كنت هتلينها متجربة أنه مسلسل خليجي أنا الوحيدة اللبنانية كنت فيه فكانت أنه أنا الكوميدي تبعي هل هي هل قد أنه محلية أو ممكن عن جد واللهجة كمان أو هيك فكمان يعني العالم حضرت وحبيت وانسجموا بالدور واللبنانية حضروا فاتت الدراما الخليجية الكوميديا الخليجية أكتر لعنها وأنا فت شوية وكانت تجربة كتير حلوة إن شاء الله يعني بتنعاد كمان لأنه أنا حتى بالتصوير وبالدوحة وجود دوحة كثير مبساطة إن شاء الله بتترى لك أول ما قلت لي أنه أنت مبارح كنت موجودة وكان في عندك هذا العرض المسرحي أول سؤال سألتك يا تحت الهوى أدي كان فيه نسبة ناس لبنانية أدي فيه ناس قطريين وخليجية خبرينا لما بتعملي بهيك هالكوميديا أو لما هيك بتحكي نكتة حلوة بيكونوا معك بنفس الموجة؟ هي نكتة انترناشنال طلعت نعم نكتة عن جد بضائي اللي بيضحك وبيضحك عكل شي مبارح كانت تقريبا فيه 70 لبنانية سوريين و30% كانت عالم قطرية وأنا أول مفتغري قلت لهم أنه إذا ما فهمتوش على اللهجة تبعي ما بيأثر لأنه حتى في لبنان ما بيفهموش فما تحسوا حالكم أنت الغالت أنا الغالت واللعنة ومش الحال مع أنه نكتة تبدأ سياق معي لأنه جاي يعني الواحد يكون بيعرف خلفية أهل بعلبك في لبنان لأنه منذكر أنه يعني أمل تنقل هيك طبيعة وبساطة وتفاعل أهل بعلبك اللبنان يعني هي منطقتك لكن أيضا يعني الناس بهذا السياق بتتحك على هالنكتة وعلى العدد لكن بدي أقول شغلي أنه اليوم صحيح أنه أمل عرفت بالكوميديا لكن أنت درستي التمثيل أنت ممثلة وشفناك أيضا باستيلتو يلا أيضا شفنا وجه متمكن وهي دا كانت فرحة إلي شخصيا لأنه يعني نحن أصدقاء وبعرف أنه قدراتك كتير كبيرة ربما أيضا تكون أكبر بكتير من المش عم قلل من استدب كوميدي فن قائم بذاته لكن في قدرات تمثيلية كبيرة أخبريني عن هالمشوار وصولا للكوميديا بدءا بالدراسة ودخولك هالعالم أنا صراحة فتت درست تمثيل وكفات ماسترز إخراجه تمثيل وكنت كل حياتي مش عارفة حالي كوميديا يعني أنا بعرف حالي بالبيت أنه أنا مهضومة بس ولا مرة بحضر كوميدي ما بيعني لي كنت أكتر أنه ممثلة كنت تعترى دور البطولة فكنت أحضر مسلسلات تشوف ممثلين الذين لم يشاركوا لأنه قمتوا إسمي لأذن ما إجا دور البطولة وفجأة يعني استطاعمل فيديوز على الفيسبوك وما كانش فيه كثير أبليكيشنز يعني 2018 كان بس الفيسبوك وإخدار جيو استطاعمل فيديوز هيك اجتماعية ومنا شايفني هشام حداد وقالي تاعي على هونو بس أساس حلقة واحدة وسلكت صار لي هلأ خامس موسم على التيفي بعمل هيدا الساجمنت تبعي ومنه رجع صرنا نجي ريجير أدوار تمثير وهيكي فهلأ أنا عن جد أنه تصلاحت أنه فيه كوميديا جواتي وفيه ممثلة يعني مش ضروري الواحد عن جد إحنا عطول بنحس يمكن بعالمنا العربي أنه إذا أنت موضل خليكي موضل وإذا أنت ممثلة ممثلة بره لأ بره بترقص وبتغني وبتمثل وبتعمي براند لبستيك وأكيد فإيه لا خلينا طالما الواحد عن جد متمكن وعاطي حقه لكل شيء يعني هوني عم بدرسوا هوني عم بدرسوا هوني عم بعطي مجهود وهوني عم بكتب أنا القانونت تبعي فليش لا ليش ما بنكون عم نفتحها كل المجارات دي أسألك عن مواقع التواصل الاجتماعي إيجابياتها وسلبياتها كيف أول مرة كان هناك لكي ظهور على الشاشة كيف كان انطباع الناس الإيجابي والسلبي وكيف كان أثره عليك هلأ ما في ناش ننكر يعني اللي بدي يصير يقول أنه لا السوشال ميديا ولا أنا ما بدي هلأ ما في ننكر أن هي المستقبل وهي هلأ يعني في الواحد يقول أنه أنا ماشي حالي بس بتلاقي مثلا شاف عنده مطعم ماشي حاله مفول بس فيه كون عنده فروعة بكل العالم من وراء السوشال ميديا شفناهم بالشافات الأتراك شفنا كتير عالم ووصلوا كتير لأصص ويمكن هن ما كانوا بحقق فيها من وراء السوشال ميديا فما فينا نغمد عيوننا حتى أنا أنه درست واشتغلت مسرح بس أنا ما وصلت على التيفي وعبيوت العالم غير من خلال السوشال ميديا اللي وصلتني على التيفي فهي أكيد هاد الشي من الإيجابيات طبعا لا واحد بس بده يعرف أنه الأشخاص اللي إذا أجاء انتقاد أو يقدر يفصل بين الشخص اللي عم يكتب له أنه يعرف أنه هيدا يمكن من هو المؤثر المزبوط على الكونتين طبعي يعني أنا أول فترة أنه أقرى كومنت أقرى كتير عالم حبرولي كتير عن حبهم بس بذات وقت أقرى عالم يعني في عالم بتقلك شو بشعة شو سئيلة إن شاء الله بتموت إن شاء الله فأنت بتصيري عم أنه منيك بستوعبها فجأة فالوورز كتير وفيوز كتير وكومنت وبتصير أنا أفكر بأهلي إذا أقروا الكومنت أنا أفكر أنا بعدين بتتعود البطلة تقريب أنا في عندي شخص على الفيس بوك كل مرة بيفوتوا بيكتب لي العمام أبشعي كنهار اللي ما بيفوت نهار اللي ما بيفوت فبتتعود أكتر وبتعث أنه يمكن هن من النقص يمكن عميكتب هيدا مش من نقصك أنت غير إنه طبعا فيه انتقاد لو نقد بس بيكون أنت بتتعلم منه مثلا اللي بيعطيك الملاحظة إنه من محبها هذا غير موضوع بيبين بالكومنت سأعود إلى محتوى ما تقدمينه أمل اليوم أنت صحيح بيشوفوك الناس على الشاشة بكلية عفويتك لكن هذا كليا محضر يعني أنت اليوم صحيح عم بتطلي أنت لا تستفاقة كوميدية أنت كاتبة سيناريو لأنه هذا نص ستوري تالينغ يعني أنت تقومين بالقصة عم تعملي الحبكة مش بسك عم تعملي الحبكة عم تعرفي تدريكين أي متى مثل ما بيقولوا هاد نكتة رح تفقع طبعا هذا كله يعني هذا بداخلك يعني هذا العالم كله بداخلك إلى أي مدى متعب هذا الموضوع لأنه منشوف هاد ديقتان بس هاد ديقتان قد بيأخذوا شغل كتير هو عن جد أنه ستاندوب كوميدينز بالعالم يمكن بيقض كل السنة ببيته بيكتب نص ساعة ساعة بيبرم فيها العالم ع سنتين أنا ويكلي مطلوب مني سبع دقايق صار لي خمس سنين فحتى في كتير مواضيع عملت يعني عيد الأم عمل عيد الفالنتين عمل في كتير قصص أراضي عملت فتاعة بحبش على مواضيع جديدة بحضرهم أنا بحضر كل الموضوع أنا وهيكي فبحث أنه شي منهيين أبدا دايما بقول أن الحمد الله عن جد كيف أنه هالوحي عم يرجع ينزل وعم برجع إلقط نكة جديدة من وين هالوحي؟ ويمكن الأول شي البيئة اللبنانية بتساعدك يعني البيئة اللبنانية بيضل فيها خبار بيضل الدولار عم يلعب بيضل لبنوكي عم تعمل أصد فبيضل في عندك تاخذ منه بلاس كيف أخذ نفس قبل النكتة يعني قبل ما كان عندي ونهلأ صرت أكتر والألم يعني الألم بس تكتب بجر حاله صح 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 صبرة يعني أمل في خط رفيع بين الكوميديا وبين الابتذال شو قواعدك بهالموضوع؟ أنا أول شي من أول القرارات اللي أخدت وقت طلعت على التيفي أنا ما بحكي دين وجنس وسياسي لأنه هاي المواضيع ممكن كتير تعمل حساسيات وفيها كتير عالم يعني إذا بدي كون مع حدا أحكي سياسي مع حدا ضد حدا وفيها زعل وفيها هيك فهي من القصص اللي بعث عنها وتاني شي أنا كتير ما بتنمر على العالم ولا بجيب سيروتون ولا شي معقول يكون حدا أعمل شي ترند أما أنا أجي أحكي عنه بالشخصة أو أتنمر لأنه كمان ما بنعرف الظروف الشخص وهيكي فأنا بركز أكتر على أنا زاكرتي اليوم شو صار معي الحلقة الجاي يمكن أحكي عن الانترفيو معكم فبركز على القصص اللي صارت معي لأنه هيدا ما بتزعين هيدا تجربتي وأنا عم بنقل مقسمهم بأهلك الله يعينهم والله أم 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 أحيي فيقلهم يعني لأ المردود لازم يعطيهم نسبة أنا برأي طالبة يعني لازم الطالب وأمل بنسبة من المردود لأنه عم تستغل حتى الماما بتقول العالم بيسألوني شو عم جدا هيك بتاعني بتقولهم أنا مبسوطة أنا مبسوطة تحدي شو مغد أم تحدثت زميلتي هيبة عن إذا بديك الابتزال أنا سأذهب مش مش ضروري الابتزال بس خطي بشيء شوي حساس تعرفين احنا بتضيع لأنه أنا بنضايع كمان بعرف أنه لما بجيب يصير في الضايع في ناس بتقول أنه لأ يا أمل أنه هاي دي منع عاداتنا أو منع تقاليدنا وفي كتير ناس ما عندهم القدرة إذا بديك يروحوا أبعد من ما يقال لأنه هاي دي نحن عم في شي أبعد وفي جزء إيجابي أنه بتعرف الناس على العادات وعلى التقاليد وجهتك هالنوع من المشاكل أو هالنوع من الصعوبات ببداية ما بدأت تتحدث عن هالناس أنا الحمد لله ضايعت اللي هي بدناي اللي هني عالم كتير نحن عنا الشاعر طلال حيدر عنا مالكات جمال وكتير هني مريحين وبيعرفوا أنا مين وربيت بتضيع وبنت تضيع وبيعرفوا أنا شو عملت وكيف نزلت عبيلوت وشو درست والتعب والمجهود اللي عملته فهني كتير مقادرين وكتير محاوطين فيه بعلبك كمنطقة أمرار أنه ممكن أنه يصير فيه عتب أو زعل أنه إذا أنت عندي هيدا التيفي وأنه ليه ما بتوصل لأكتر مشاكل المنطقة وأنا بفهمهم خصوصي أول ما طلعت يمكن هني بنظروا أنه هيدا شباكي مفتحوا المنطقة شوية فيها حرمان ومعروف فجربت قدمة فيني وبعدني بجرب قدمة فيني أنه ضوع مشاكل المنطقة بطريقة كوميديلة حتى رسالة توصل أكتر بالنهاية أنا شخص واحد والمساحة اللي عندي إيها شوية صغيرة بس بعتبر أنه يمكن بشكل ترتيبة بمواضيع اللي عم نقيها بعتبر أني عم بنقل صورة حلوة عن المنطقة حتى لو مش عم بنقل رسائل مباشرة بعتبر أنه ما عم بأزف وإذا يعني وين ما كون هيني هلأ بالدوحة بقولوا أنه في منطقة اسمها بعلبك كتير حلوة وكتير بدأت وفيها أسار وفيها مهرجينات وانشاء الله انشاء الله يعني تزوروها ويكون عليها إضاءة أكتر ميالهم فيك والله أمل أمل كان أيضا حكى أيضا عن تجارب أخرى كيف توصفها التجربة ولأي مدى هي بعيدة عن تجارب اللي أنت عم تعمليها بالصعيد الكوميديا حلوة كتير حلوة كتير أنا لأنه عجلت في ممثلي جواتي دايما تنطر الفرصة لحتى للطل الكوميديا هي أنا كاركتيري مثل ما هلأ شايفيني بس بكون المشروعي محضرة نص أكتر وإخدي راحتي أكتر فهي أنا عجلت مثل ما بتشوفوني مثل ما بكون معرفقة التمثيل الشخصية بدي بناء بدي أكتين كوتش إن كان باستيلاته كم معنى باب مكارزل إن كان بأبو نسب كم معنى ضحة العونة بديك أكتين كوتش بديك حدا يساعدك بديك تفيقي بكير تقري نص تحلل النص شو بيقول أبعاده ففيها شغل وهيدا الشي بيحرق جواتي فيه تحدي أكتر وبيحرق جواتي شي بحبه يعني فهي بحسة هي الجزء الثاني من شخصية اللي عن جد بحب أكتر اتصالح معهم مع أنه أيضا بالمسلسلات بتشوفي فيه عدد قليل من الممثلات بالعالم العربي يوجدنا الكوميديا طبعا إلى أي مدى برأيك ممكن نجمع إذا بدك هالأسلوبين يعني يصير فيه مسلسل كوميدي ممكن عم بتشاركي فيه لأنه نعرف أنه كان فيه تجارب كتير وبالتاريخ إذا بدك الفن برز وكتير من الأسماء بالكوميديا لكن بيضل صعب يعني ربما تكون أصعب من الترجادي بلعد المحلات هي الكوميديا بيقوله أنه أصعب شيء أنك تضحك العالم أهون شيء أنك تبكي أنا مشكلتي يمكن هذا تحليل شخصي أنه لما الممثل تتعب وتعمل مسلسل وتعمل 30 حلقة وتفق بكير وتحضر له أنه كل شيء بيكون كوميدي العالم العربي يمكن نحن بشخصنا من حبل دراما يعني مجرد من الممثل اللي تزرف دمعة بتأثر أكثر من نصير أنه يدرس الأداء واو بينما هونيك ممكن تقعد تضحكك منحط ماكسيموم برمضان منحط له المسلسل قبل الإفطار لأنه منعتبره مع أنه المجهود نفسه ما بيعرف إذا شيء يمكن بالسقافي مع أنه هلأ بتلاقي على نتفلكس وبيهوليوود كتير يعني 50-50 إذا مش أكتر الكوميدي نحن يمكن شعب شوي حزين ميالين أكتر ميالين أكتر يا سلام عليه بالحزين إيه فبتلاحظ حتى خشيلي في الحزين فبتلاحظ أكتر أنه حتى الممثل اللي أردي كانت تشتغل كوميدي ما بتاخد حقه مع أنه تعبه يمكن دوب أو أتليست أدل ممثل الدراما فبتروح هي نفسها بتروح على الدراما بتقول هيت لا فرجيكم الممثل المظبوط لأنه ليك ما عم يتقدر هذا الشيء بحس صعب وياريت أن المنتجين أكتر يركزوا أكتر على الكوميدي ويعرفوا قدي يسوي قولها صاح وقدي عن جد تاخد مجموض قدي العالم بحاجة أمر الله ضحكي لأنه أوكي حلوة الدراما وأنا حتى بدي أشتغل دراما وهيكي بس الأخبار بتفرجيك الدراما السوشيال ميديا بتفرجيك دراما خلينا نجرب أكتر نسوي إلى الضحك صح صح مين أيقونتك مين الممثلة اللي بتحب هيك إنك تتشبهي فيها أو متأثرة فيها أنا كتير بحب مارل ستريب بالتمثيل كتير بحب شو بتعمل وكيف يعني كل أدوار من أول ما بلشت في كتير عالم بحبوني أنا مساء بحب يسرى الفناني يسرى بحب كتير ما يجيب وغصن لأنه بحصن وقاعد حتجيبي فناني هيكي كوميدية مصرية معايا عفكرة ما يجيب وغصن اشتغلت كتير كوميدية وهلأ عم تشتغل دراما وهي من الأشخاص اللي بحص عن جد تعبت وعملت كتير كوميدية وآخر شي إنه بتكون دراما خدوا سحر في الموت في ممكن في كتير عالم أنا كتير بحضر كتير وبحضر بنفسي منفاتيحة كتير وبتأثر من مشاهداتك بهذا الكم لأنه نحنا مش هنختم هنختم عن إغدك معنا على المطبخ معزومي من مشاهداتك طلع معك أشي طريفي هون بالدوحة من هالناس اللي حضرات والله الحلو إنه أنا كانوا حطين لي على أبراج الجابر صورتي فالعالم كانت عم تقطع وتصورني أنا صورتي مضواية كلها وبلبنان قاعدة على العتمة فكانت صورتي مضواية وأنا قاعدة على الشمعة كانت شيء كتير غريب لأس عن جد إنه بس آريان يعني الشوارع بالدوحة كبيرة وواسعة وفاضية وإنت عندك الشارع صغير وفي جوار ومعتم وفي عجق تسير بتصير تحس الفرق عن جد اللي أنت بتصير إنه لحظة المضحك المبتئ بدك وقت لتستوعي بقى روين ياريت يعني نحنا نحنا دايما بلبنان منقول شكراً قطر فياريت هيك شوائي نتأثر بعد الزيادة في قطر بعد الشكر بدنا أبعد من الشكر بدنا نتأثر شوائي بها هتعملين لنا شي هلأ هتقدمين لنا شي شو بدك أقدملي شو لا أنا عجلتين مش هد هيك أصير كوميدي عندك هلأ أنا في موسم بحر فكنت أنا أصلاً عم بحكي من كام يوم إنه نحنا هلأ موسم بحر وأنا مبعرش أسباح لأنه نحنا ببعلبك معناش باحر فأنا تقريباً أخلي درس تصباحة نظري أكثر كنت طبقه على الفرشي كنت طبقه ونحنا عنا ببسين واحد وبيقلي بصالة أفراح بالليل فهي المشكلة يعني وكلنا بس بفوتي على البسطين بتلاقيه هو إذا هو هالقات بتلاقي كل العالم بالفايش ليه لأنه كلنا تلاقيه تقريباً ما محالش نسبح بعمر معي لأن ننزح على المدينة أنا تعلم فأنا تقريباً بيخدها مثل كيس الشاي للسباحة يعني بيقرع وبنزل على الحفة لا حتى كيس الشاي بس ترجع بتعرفي بقى والله يعني صدت إذا بتكبيني بجوافي لأنه بالفايش مش بالليل يعني لا يومل جدي يا جماعة كثير مبسطة فيكن ويلا بقية بقية